اصدر الستار في العراق على رابع انتخابات برلمانية منذ الاحتلال الامريكي للبلاد عام 2003 لكن الامال المعقودة من الحكومة على مشاركة كبيرة في الانتخابات ذهبت ادراجرية هذه بغداد في يوم الانتخابات كانت كغيرها من المدن العراقية خالية من المارة الذين يفترضوا توجههم لصناديق الاقتراع وبينما اقدمت الحكومة على اتخاذ سلسلة اجراءات امنية شديدة من اجل سير العملية الانتخابية تمثلت بحظر تجوال لمدة 24 ساعة واغلاق المنافذ الجوية والبرية فقد اضطرت بعد اقل من ساعتين على سريان هذه الاوامر الى رفعها نتيجة قلة الاقبال الجماهري على صناديق الاقتراع هذه الانتخابات ان شاء الله تحدث من تحسن العراق القادم والمواطنون بهذه العملية المقراضية لكن هذه الدعوات لم تغير من المعادلة الى حد كبير ولم تستطع في ختام عملية الاقتراع الا جذب نحو 44% من اصل نحو 24 مليون ونصف مليون ناخب يحق لهم التصويت بحسب ما اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في حين يؤكد مراقبون ان نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 30% وهي النسبة الادنى منذ عام 2003 وبذلك لم تنجح اقوى واشرس حملة انتخابية دعائية مارسها اكثر من سبعة الاف مرشح للفوز بموقاعد البرلمان القادم البالغة 329 مقعدا في تغيير قناعة الناس بالتوجه الى صندوق الاقتراع ومع انتظار المتنافسين اعلان النتائج الاولية للانتخابات يبدو ان المشهد السياسي الذي باركته امريكا وهنأت بنجاحه لن يكون مطابقا لما يراه العراقيون الذين عبروا هذه المرة بطريقة مختلفة عن عدم رضاهم ومقاطعتهم لما يرسموا لبلادهم ويمتد لرفضهم حتى العملية السياسية برمتها التي سلمت العراق برأيهم للفساد وجرته للطائفية والعنف وابقته رهين سياسات الخارج